يمكن شي طبيعي أن السيدات دوم يتدمروا من أوزانهم أو في بنات بيشوفوا سوبر موديل وبقولوا أنا أبا أكون حيفة مثلها صح يا سلامة؟ هي هي ولكن الخطير لما التمني يتحول لهوس لا بل مرض هو مرض في قضان الشهية العصبي أو الأنوركسيا الأنوركسيا أتراف الغذاء بيحرم فيه المصابين أنفسهم من الطعام بيأثر بشكل عام على البنات بين 12 و 25 سنة الباحثين يقدرون أنه من واحد لأربعة في المئة من النساء تعرضوا الأنوركسيا في مرحلة من مراحل حياتهم خسارة الوزن بتكون وايد كبيرة تصدر البنت وايد نعيفة ورغم ذلك تشوف نفسها متينة لا تطمني أنت وزنك زين ها؟ ونحافة الأنوركسيا مو من المعايز الجمال لأن المصابات من الأنوركسيا تساقط شعرهم، يتكسر أطفرهم، جلدهم يجف، مناعتهم تضعف، تركيزهم بخف ودوم بحسوا بالبرد وطبعاً بصابوا بالاكتئاب والإرهاق مع الأدوية والمقويات، العلاج التغذوي النفسي الضروري لحل المشكلة ومكافحة الاكتئاب هي هي دعم ورعاية الأسرة وتفاهمها مهمين جداً لمكافحة الأنوركسيا وعساكم دوم بصحة وسعادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر